موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في أرويقة رمضان وموعدنا في هذه الحلقة مع نصر عزيز كبير في تاريخنا الإسلامي المجيد ويكفي أن تعرف أن هذا النصر حاول أن يحققه السلطان العثماني الكبير محمد الفاتح ولكنه لم يستطع يعني الرجل فتح القسطنطينية ولم يفتح هذه البلد لكن جاء بعده حفيد بنه السلطان سليمان القانوني الذي يعتبره كثير من المؤرخين ذروة الدولة العثمانية فاستطاع أن يحقق هذا الفتح هذا الفتح كان مفتاحا لأعماق أوروبا الشرقية وقد حاول المسلمون فتح هذه المدينة لثلاث مرات ومنها محاولة قبل فتح القسطنطينية نفسها ولعل هذا أمر قد يستغربه أكثر المشاهدين حتى يستغربه بعض الباحثين لحين يقرؤونه للوهلة الأولى هذا الفتح هو فتح بلجراد بلجراد عاصمة الصرب ومفتاح أوروبا الوسطى هذه المدينة التي صمدت ستين عاما أمام المسلمين وهذا كان فتحا رمضانيا حصل في مثل هذا اليوم 25 رمضان سنة 927 للهجرة ولأهمية بلجراد يمكن أن نعتبر أنها كانت ترمومتر أو مقياس لأحوال الدولة العثمانية يعني العثمانين إذا كانوا أقوياء كانت هذه العاصمة في حوزتهم وحين يضعفون فسرعا ما تخرج هذه المدينة من بين أيديهم فيستولي عليها الصرب أو المجر أو النمسويين تعالوا نحكي هذه القصة من بدايتها طيب بداية القصة كانت حين الدولة العثمانية لما بدأت في نهوضها الثاني ما هو النهوض الثاني؟ لكي نتصور التاريخ العثماني بشكل صحيح نعرف طبعا أن عثمان أسس الدولة العثمانية نحن ذكرنا هذا في الحلقة 21 قبل أربعة أيام لما تكلمنا عن عثمان وذكرنا أن الدولة تحولت على يده من مساحة أربعة تلف وتمنمئة كيلو متر تقريبا استلمها من أبو إلى ستاشر ألف كيلو متر مربع يعني تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بعد عثمان جاء ابنه السلطان أرخان وثم ابن أرخان اللي هو السلطان مراد ويعرف في التاريخ بأنه مراد الأول وبعدهما الابن الرابع اللي هو السلطان بيزيد الأول وهذا الذي عرف بلقب بيزيد الصائقة وعرف بهذا اللقب لسرعة جيوشه وقوته وبيزيد كاد أن يفتح القسطنطينية وحاصرها بالفعل لو لا العاصفة المغولية القادمة من الشرق التي قادها تيمور لانك والتي أفسدت في البلاد وخربت بلاد المسلمين في المشرق واجتاحت دمشق فعندئذن اضطر بيزيد أن يرفع الحصار عن القسطنطينية وأن يتوجه إلى الشرق لمقابلة جيش تيمور لانك ومن المؤسف طبعا جرت عليه الهزيمة وانتصر تيمور لانك بل استطاع تيمور لانك أسر بيزيد فبالتالي تعرضت الدولة العثمانية لانهيار مفاجئ بعد أسر السلطان بيزيد واختفائه وظلت الدولة العثمانية حوالي عشر سنوات في مرحلة من التشتت والفوضى وخسرت ما كانت قد كسبته من عمل الفتوح إلى أن استطاع السلطان محمد جلبي أن يعيد الإمساك بزمام الأمور مرة أخرى وهو بالتالي يعتبر المؤسس الثاني للدولة العثمانية بعد هذا السلطان محمد جلبي انتقل السلطان إلى انتقلت الخلافة إلى ابنه أو انتقلت السلطة السلطان العثماني يعني إلى ابنه السلطان مراد الثاني هذا السلطان مراد الثاني بدأ يحاول أن يستعيد ما خسرته الدولة العثمانية وأن يبدأ من جديد في استئناف المحاولات لفتح القسطنطينية الدولة العثمانية كانت خطتها لفتح القسطنطينية هي فتح كل ما حول القسطنطينية قبل فتحها هي فلذلك سنجد أن نمو الدولة العثمانية جرى على هيئة أنهم توغلوا في أوروبا وفتحوا كثيرا من المدن التي هي في شرق أوروبا والتي تقع غرب القسطنطينية ليقطعوا المدد عن القسطنطينية بما استطاعوا ولكي يتمكنوا من حصارها بريا فهم موجودين في الشرق وموجودين في الغرب والسلطان مراد الثاني بعد جهاده الكبير استطاع بالفعل أن يستعيد مرة أخرى السيطرة على مناطق واسعة في شرق أوروبا إما بالحكم المباشر أو بالنفوذ والسيادة يعني التي يعترف له بها الأعداء يعني مثلا مناطق الأفلاق الأفلاق هذه تمثل الآن الجزء الجنوبي من رومانيا مناطق البغدان هذه تقريبا تساوي مولدوفيا الآن وكذلك مناطق الأرناؤط التي هي ألبانيا الآن هذه المناطق اعترفت بسلطنة مراد الأول وإما حكمت من قبله مباشرة أو حكمت تحت سيادته وبالتالي يعني هذا الفتح الموجود في شرق أوروبا في غرب القسطنطينية يجعل الخطوة التالية هي فتح القسطنطيني وفي تلك اللحظة تمرد أمير صربي معروف اسمه جورج برينكوفيتش هذا يعني تمرد على السيادة العثمانية وتوجه إليه السلطان مراد الثاني بجيشه إلى بلاد الصرب وحاصره في مدينته التي كانت عاصمة في ذلك الوقت تسمى مدينة ساماندرية لثلاثة أشهر حتى فتحها بالفعل وفر برينكوفيتش هاربا إلى بلاد المجر وحاول السلطان أنه يعني يحاصر ويفتح عاصمة بلاد الصرب اللي هي بالجراد وبقي أمامها حوالي ستة أشهر لكنها استعصت عليه واستبسل جنوده في الدفاع عنها استبسل جنود المدينة نعم في الدفاع عنها طيب هنا بشعر الأوروبيون أن هذا التمدد تمدد خطير للعثمانيين فكانت هذه الحرب مقدمة تحالف صليبي واسع دشنه ملك المجر ملك المجر في ذلك الوقت كان هو أهم القوى البرية التي في أوروبا يعني القوى الأوروبية مختلفة عن وضعنا الآن فهذا التحالف الصليبي الذي دشنه ملك المجر اشتركت فيه البابوية الموجودة في روما البابوية الكاثوليكية لمقرها الفاتيكان وبولندا وجنوة والبندقية جنوة والبندقية هم المدن الإيطالية الآن لكن هذه المدن الإيطالية هي مدن في ذلك الوقت كانت مدن تجارية غنية بل كانت عاصمة التجارة العالمية في ذلك الوقت لأنه البحر المتوسط كان هو البحر الذي تدور فيه التجارة بين الشرق والغرب فكانت القوة التجارية والمالية موجودة في ذلك الوقت في المدن الإيطالية فجنوة والبندقية يعني ما ينفعش نفتكرهم زي ما احنا شايفينهم دلوقتي مجرد مدنتين لأنهم كانوا مركزين ماليين وعاصمتين للتجارة العالمية في ذلك الوقت طيب قلنا اشترك فيها ملك المجر البابوية بولندا جنوة والبندقية واشترك كمان الصرب واشترك بلاد الأفلاق اللي قلنا الجزء الجنوبي من رومانيا طبعا فوق البيزنطيين وحتى انضمت إلى هذا التحالف كتائب من ألمانيا وكتائب من التشيك هذا التحالف بهذا الشكل استطاع بالفعل أن يوقع بالعثمانيين هزائم كبيرة وتزامن هذا التحالف مع محاولة التمرد كبيرة على العثمانيين في الأنضول يعني في الشرق وهذه محاولة التمرد استطاع ولي العهد اللي هو ابن السلطان مراد الثاني صدها لكن حتى ولي العهد هذا توفي فجأة وهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره فبالتالي ضمن هذه الأجواء اضطر السلطان مراد الثاني أن يوافق على اتفاقية هدنة لعشر سنوات وأن يتنازل عن بعض الأماكن التي كان يستولي عليها مثل منطقة الأفلاق تنازل عنها للمجر وكذلك رد للصرب بعض المواقع واعترف بجورج برينكوفيتش أميرا على بلاد الصرب ويعني نستطيع أن نقول أن الاتفاقية هذه جعلت ولاية الصرب ولاية الصربية تابعة يعني جعلتها منطقة عازلة لا هي تابعة للعثمانيين ولا هي تابعة للمجريين فكانت كأنها كانت منطقة عازلة بين القوتين العثمانية والمجرية البابا في روما لم يعجبه هذا الاتفاق ويعني دخل على خط هذا الصراع ورأى أنها فرصة ممتازة للقضاء على العثمانيين فحرد ملك المجر على نقض الهدنة وجدد ذكريات الحروب الصليبية يعني هو دعا بالفعل لحملة الصليبية ضد العثمانيين الأتراك وهنا جمعت أوروبا جمعها وهاجموا بلاد البلغار التي كانت تابعة للعثمانيين في ذلك الوقت وخاضوا مع العثمانيين معركة من أشرص وأشد المعارك عند مدينة بلغارية هي مدينة فارنا هذه المعركة أسفرت عن نصر مؤذر مبين للعثمانيين حتى ملك المجر قتل الذي نقض العهد قتل وقتل كذلك منذوب الباباوية وأسر فيما تذكر بعض المصادر ما بين تمانين إلى تسعين ألف من هذا التحالف الصليبي بينما لم يفقد الأتراك في هذه المعركة سوى مئة وخمسين مقاتل لكن كان بينهما يعني اثنين من القيادات الكبيرة الجنرالات بتعبيرنا المعاصر وتشتت الحلف الصليبي ونستطيع أن نقول أن هذه كانت ضربة قوية للمجر التي نقضت المعاهدة حتى أنها خرجت من معادلة القوى الأوروبية المتصارعة على الأقل لمدة عشر سنوات بعد هذه الهزيمة هذا النصر له نصر فارنا به تأكد رسوخ العثمانيين في منطقة البلقان والمناطق الشرقية في أوروبا واستقر في الأذهان استحالة خلعهم من هذه المناطق وهذه قصة المحاولة الأولى التي قام بها السلطان مراد أثن أما المحاولة الثانية إن شاء الله فنتعرف عليها بعد هذا الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحكي لكم اليوم ذكرى هذا النصر الرمضان الكبير الذي وقع في مثل هذا اليوم 25 رمضان وهو فتح بالجراد المدينة التي كانت مفتاح أوروبا الوسطى والمدينة التي صمدت أمام المسلمين في أكثر من مرة وظلت صامدة ستين عاما حكينا المحاولة الأولى التي قام بها السلطان مراد الثاني والآن نحكي المحاولة الثانية التي قام بها السلطان محمد الفاتح محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية وخلاص اتصلت الدولة العثمانية ولم يعود هناك دولة بيزنطية الآن فكان التمدد الطبيعي أن يسير إلى بلجراد فعلا بعد سنتين فقط من فتح القسطنطينية صار السلطان لبلجراد التي كانت في ذلك الوقت بدأت تكون مركز تمردات صربية وكلما عانت الدولة من أي اضطرابات ظهرت مشكلة في بلجراد وكانت قاعدة متقدمة للجيش المجري ضد الدولة العثمانية وكانت حاجزا أيضا ضد فتح بلاد المجر كما قلنا أن الاتفاقية التي نقضت كانت تجعل هذه مناطق صربية منطقة عازلة بين القوتين العثمانية والمجرية داخل المدينة داخل مدينة بلجراد نفسها كانت هناك أيضا قصة مختلفة الأوضاع داخل بلجراد لم تكن مستقرة لأن أهلها من الصرب وهم أرثوزوكس وهم من بقياء الدولة البيزنطية الرومانية الشرقية لكنهم كانوا خاضعين لملك المجر وملك المجر كاثوليكي فحتى أنه ما تنقل لنا بعض الرواية التاريخية أن الأرثوزوكس الذين كانوا موجودين في المدينة كانوا يفضلون سيادة المسلمين على سيادة الكاثوليك لأنهم يرون أنهم تحت ظل العثمانيين سيتمتعون بحرية دينية لا يلقون شيئا منها في ظل الكاثوليك لكن مع هذا فبلجراد كان فيها في ذلك الوقت واحد من أعظم أبطال المجريين التاريخيين مشهور جدا اسمه هنياد وهو بطل تجمع المصادر الإسلامية والنصرانية على بسالته وبطولته وهذا أيضا له قصة هنياد هذا كان من قادة حرب فارنا التي ذكرناها قبل قليل والتي هزم فيها الحلف الصليبي و طبعا تلقى الهزيمة القاسية و لم يستطع النجاة إلا لما فر و اختبأ في بركة ماء لثلاثة أيام و لما ظهر بعد ذلك وقع في يد الصرب و الصرب يكرهون هنياد باعتباره كاثوليكي و ممثل لحاكم المجر فسلموه إلى العثمانيين فالعثمانيين يعني منوا عليه بالفداء و أطلقوه بشرط ألا يقاتل مرة أخرى على أرض صربية يعني حيث أنه هو كاثوليكي و مجري فلا يقاتل في الديار الصربية و هو قبل بذلك الشرط لكن ما إن عاد إلى بلقراد حتى نقض هذا العهد فقاتل العثمانيين و استطاع بالفعل أن يصمد صمودا هائلا في وجه الجيش العثماني و أن يدير أمر الحصار الذي نفذه محمد الفاتح عليه بكفاءة كبيرة حتى رفع الحصار و بالفعل عاد العثمانيون دون أن يفتحوا هذه البلد و هنا سنرى أنه في هذا الحصار أصيب السلطان محمد الفاتح في هذه المعركة و هذا الدليل على بسالة و قوة هذا الدفاع و حتى أصيب هنياد نفسه بإصابات بالغة و يعني سبحان الله توفي هنياد من إصابته في هذه المعركة بعد عشرين يوم فقط من رفع الحصار يعني لو أن العثمانيين صبروا عشرين يوم آخر لكانت المدينة قد استسلمت و لكن صدق الذي قال إنما النصر صبر ساعة و بهذا يعني حرم هنياد العثمانيين بهذا الدفاع التاريخي عن بلقراد من أن تكون المدينة في سلطانهم لسبعين سنة و هو بهذا الإنجاز اكتسب يعني هذه البطولة التي خلدته في التاريخ الأوروبي و لا شك طبعا أنه هذه واحدة من أخطاء العثمانيين الخطيرة و التي دفعوا ثمنا مريرا لها يعني أنك تطلق بطل قوي للأعداء اعتماد على وعد منه يعني هذا الوعد مأخوذ منه في لحظة ضعف و هذيمة يعني هذا خطأ يعني أخر بالقراد كما قلنا أخر فتحها لسبعين سنة طيب لما مات هنياد بعد انتهاء الحرب استسلامت الصرب للسيادة العثمانية مقابل جزية سنوية لكنها لم تدخل في أملاك الدولة العثمانية يعني كان العثمانيين يحكمونها حكما نفوذ يدفعون لهم الجزية لكن لم يكنوا سيطرون عليها و لما مات محمد الفاتح كان جميع بلاد البلقان بالفعل صارت في أملاك الدولة العثمانية إلا بالقراد و بعض الجزر يعني بعض جزر البحر المتوسط التي كانت تسيطر عليها جمهورية البندقية المدينة الكبيرة التي ذكرنا ثراءها المالي قبل قليل ثم بعد سبعين سنة جاءت قصة الفتح و هذه كانت على يد أعظم السلاطين العثمانيين سليمان القانوني توفي السلطان سليم الأول والد سليمان و لا يزال في الخمسين من عمره وتوفي وهو في أوج قوته و طبعا في ذروة انتصاراته لأن سلطان سليم موسع الدولة العثمانية و ضم إليها الشام و مصر و العراق و هو الذي أنزل بالدولة الصفوية الهزيمة الساحقة في الموقع المشهورة جدا موقع جلديران و دخل عاصمة الدولة الصفوية حتى اللي هي مدينة تبريز و في إيران الآن ففي سن الخمسين و في أوج قوته توفي السلطان سليم تولى بعده ابنه السلطان سليمان و طبعا سليمان القانوني هو ابن سليم و سليم هو ابن بيزيد و بيزيد هذا هو بيزيد الثاني ابن محمد الفاتح لكي يتسق التسلسل يعني تسلسل السلاطين في أذهان المشاهدين فيعني سليمان هو حفيد ابن السلطان محمد الفاتح سليمان هذا تولى الدولة و لا يزال فيه السادسة و العشرين من عمره فيما يبدو أن الوفاة المبكرة للسلطان المخيف السلطان سليم و كذلك هذه السن الصغيرة للسلطان الجديد أغرت الأوروبيين بنقض العهد فبالتالي حاول ملك الصرب الجديد أن ينخلع من فكرة الجزية فلما كان أرسل السلطان سليمان سفيره إلى ملك المجر يطالبه بالجزة المتفق عليها رفض هذا الملك استقبال السفير بل أخذوه و جدعوا أنفه و قطعوا أذنه و طافوا به في المدينة و أطلقوه إلى العثمانيين كنوع من الإهانة و بعض الروايات تقول إنهم قتلوه و لم يطلقوه فبدأ السلطان سليمان في بداية ولايته يعني هو تولى 1520 هذا السير إلى المعركة 1521 فجهز جيشا هائلا و قاده بنفسه و توجه به إلى بلاد المجر و جعل في مقدمة الجيش فرقة لفتح مدينة تسمى شابستس هذه مدينة قريبة من بلقراد و فتحت بالفعل في شهر شعبان و بعد ذلك انضمت هذه المقدمة إلى الجيوش و صاروا جميعا إلى بلقراد ضربوا عليها الحصار حتى انهارت دفاعتها و استسلم جنودها المجريون في مثل هذا اليوم 25 رمضان سنة 927 و دخلت الجيوش العثمانية أخيرا إلى هذه المدينة المنيعة التي هي عاصمة الصرب التي عجز عنها مراد الثاني و محمد الفاتح و فيها صلى سليمان القانوني صلاة الجمعة و كان سقوط هذه المدينة من الأخبار التي اهتزت لها أوروبا لأنه بهذا زال الحاجز بين القوتين الكبيرتين العثمانيين و بين المجريين و بالفعل لم يمضي وقت كثير حتى بدأ العثمانيون في يعني أن يجنوا ثمار هذا الفتح فمنها يعني من بلقراد انطلقوا انطلق الجيش العثماني إلى فتح بودابست بودابست اللي هي عاصمة المجر الآن لأنه طبعا انقلب الوضع و صارت الآن بلقراد قاعدة عسكرية إسلامية متقدمة ضد المجر و يعني سليمان القانوني بقيادة جيشه بالفعل استطاع أن يفتح عددا من القلاع حتى وصل إلى الوادي المشهور تاريخيا وهو وادي مهاكس هذا الوادي دارت فيه إحدى أكبر معارك يعني التاريخ العثماني و إحدى أكبر معارك التاريخ الإنساني هي معركة مهاكس معروفة بهذا الاسم كانت في ذي القاعدة سنة 932 يعني بعد خمس سنوات فقط من فتح بلقراد و هي المعركة التي انتصر فيها العثمانيون انتصارا كاسحا و أبيد فيها الجيش المجري و قتل الملك الذي استهان بالسفير و قتله الملك لويس و يعني يعبر يقول بعض المؤرخين عن هذه المعركة أنها واحدة من أكبر حروب الإبادة عبر التاريخ لأن الجيش المجري فيها بعدها صار جزءا من التاريخ يعني إذا دخلنا في التفاصيل و رأينا كيف خطط السلطان عثمان لكي يسحب الخيالة و الفرسان و لكي يكشف المشاه و بقية الجيش ثم حصدهم حصدا بالمدافع ففعليا هذه المعركة هي التي قضت على القوة المجرية و بها صار الجيش المجري جزءا من التاريخ صحيح أن العثمانيين استولوا فيما بعد على عاصمة المجر اللي هي بودابست لكنهم فضلوا أن تكون في ظل سيادتهم و لا أن يحكموها بأنفسهم مباشرة لأنه أولا هناك بعد جغرافي و هناك ظروف اجتماعية أنت ستحكم قوما و أنت ما زلت في أرض أعدائهم و في حكمها قدر كبير من الصعوبة و التكاليف خصوصا أن الوضع في أوروبا في ذلك الوقت لم يكن يحتمل هذا و طبعا هذه قصة معقدة ربما نرويها في مقام آخر لكن الخلاصة لكي نبسطها للناس أن أوروبا في ذلك الوقت كانت شبه متوحدة تحت سلطة الإمبراطور شارل الخامس الإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة و شارل الخامس يعرفه الباحثون في التاريخ الأندلسي لأنه هو الملك الإسباني الذي كان أكثر شراسة و طغيانا ضد المسلمين طبعا المسلمين في ذلك الوقت كانوا قد طردوا من الأندلس و بدأت محنتهم الكبيرة في محاكم التفتيش و في التعذيب و في إنهائهم ف شارل الخامس هذا كان أحد أشرس هؤلاء الملوك الإسبان و له صفحات سود مع المسلمين في الأندلس و هو حتى هذه اللحظة لا يزال من أهم ملوك أوروبا عبر التاريخ لأنه يعني أوروبا كانت تحكم كما تعرفون بنظام الأنساب ف شارل الخامس هذا كان من يعني من حظوظه إنه حصلت يعني عدد من الوفيات و عدد من المصاهرات أدت إلى أن يكون هو حاكما تقريبا على كل أوروبا معد أجزاء من إيطاليا يحكمها البابوية و معد فرنسا التي يحكمها فرانسوال أول بينما بقية أوروبا كانت تقريبا تحت حكم شارل الخامس و يعني نتوقع أنه لو لم يوجد سليمان القانوني في ذلك الوقت ضد شارل الخامس لكانت النتائج ستكون في غاية السوء يعني وجود سليمان بالفعل كان نعمة عظيمة على الأمة الإسلامية لذلك المهم بودابست عهد سليمان بها لأحد أتباعه و هو أمير مشهور اسمه يوحن الزابوليا و يعني هي الآن تمثل الإقليم الغربي من رومانيا و حتى فيما بعد لما تأمرت النمسا لخلع هذا الأمير التابع لسليمان جهز سليمان جيشا آخر رد به زابوليا إلى الحكم و صار إلى حصار فينة ذاتها في واحدة من أقوى التقدمات العثمانية عبر التاريخ فهذه كانت قصة مختصرة سريعة لفتح بالقراد نصر رمضاني الكبير فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا أيام انتصاراتنا الخالدة و نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا و أن يزيدنا علما و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة